أيها السياح عودوا إلى دياركم هذا هو المشهد في أوروبا تحديدا إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والأسباب ما يسمى بظاهرة الإفراط بالسياعة الظاهرة لها أسباب عدة منها ارتفاع المستويات الاقتصادية في عديد البلدان عالميا التي تخرج ملايين السياح إلى أوروبا خاصة من الدول الآسيوية الأوروبيون الغاضبون يرون أن هؤلاء السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم هم السبب الأول في غلاء السكن والإيجارات والسلع المختلفة والطعام والمعيشة غضب لم يقف عند تعبيره فحسب بل بلغ مضايقة السياح من خلال رشيهم بالمياه في الشوارع مثل ما حدث في مدينة برشيرونة الإسبانية فضلا عن أمور أخرى مثل تدوين العبارات في الشوارع وزير السياحة الإسباني جوردي هيريو أدان التصرفات التي ضيقت السياح قائلا إنه لا يمثل ثقافة الضيافة في البلاد في الشوارع والأماكن العامة في جميع أنحاء إسبانيا في وقت فرضت فيه مدن أوروبية أخرى غرامات ورسوما وحظرا على بعض الأماكن السياحية بل وصل الحد إلى منع التقاط الصور في مناطق مدينة بورتبيينو الإيطالية ومنع الجلوس على المدرجات في روما لمحاربة السياحة المفرطة ترجمة نانسي قنقر